السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عمليني النهاردة اجيب لكم The Twins بريد اقولت لكم انا بحب مركة تيسو دي اوي او تيسوت فعلا فعلا انا من عشاء المركة دي لان المركة دي انا اشتريت ساعة كتير اوي 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 منها القديم والجديد والحديث واللي هو موديل 2019 اشتريت حاجة كتير اوي منها ساعة تيسو انا اشتريت الخمسة واستواشر d وبعد كده كنت عايز اشتري الاسوت وتفشتريت دي انا بشتريه مع اجدتي جماعة الساعات من برڨة ما بشتريهاش من هنا ما بشتريهاش من مصر بشتري الساعات من الساعات دي ا Abendre الساعات دي تلاتة واربعين توارعين ملي الساعات دي ضخمة الساعة اللويستيك بتاعها زيما ا قلتو لكم تقيل بقى لان الساعة دي بقى السويسري اه فطبعا من مقاييس الساعات السويسرية بتبقى الاستيك بتاعها بيبقى تقيل غير المقاييس الساعات اليابانية لان الساعات اليابانية بيبقى الاستيك بتاعها خفيف كده فتحس ان الساعة خفيفة مش تقيلة اه تحس الاستيك اه مش خفيف خالص مش تقيل خالص بيبقى خفيف كده لكن دي اقول لكم من الساعة تقيلة الساعة طبعا كرونوجراف والاا والاا كرونوجراف يعني فيها عدادات وفيها اللي هو التاريخ عند رقم خمسة عند رقم اربعة ما بين ربعة وخمسة اه انا بقى لما اشتريت المينة البيضة فقلت بمشتري المينة السودة عشان انا حابب استعدي فلما اشتريت المينة السودة محستهاش قوي يعني حسيت المينة السودة حسيت المينة البيضة بتنسبني اكتر اه بس المينة السودة دي المينة المينة البيضة بتنسبني اكتر لكن المينة السودة دي بتنسبني في اللبس الكاشوال المينة البيضة دي بحبها في اللبس الكلاسيك. لما لبس بادل اول حاجة. المينة السودة دي بحبها لما اكون لابس نص كون بقى وكده وعايز ان تتحرك كده وراحتي. كاجول يعني. اه الساعة دي اه مش عارف اقول لكم ايه تاني. اه الا 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 بتاعها او اللي هو القفل بتاعها اللي هو ده. ده من ارخم ده من ارخم الاقفال اللي انا قبلتها. افل رخم جدا يا جماعة وبيوجع الايد وبيخلي الايد تعمل الاحتباس ده من. حاجة كده بتبقى صعبة او. بس هنعمل ايه اا الاجل الوردة يتساغل بلعق. على الدول ان تقول ايه يتساغل ايه يتساغل اه اه اا فالساعة دي بصراحة لو يا جماعة. الساعة كما": يعني تظه في كده اللي بيشوفها او مرة. آآ فعشان كده جبت منها الجزء التاني منها اللي هو المينة السوداء العرب الثواني هو عند رقم ستة هو عند رقم ستة برضو هنا فعلا يا جماعة انا بحب سعادتي قوي بحب مركة تيسو دي جدا هي والجي شوك وكم ساعة تانية فعلا فعلا مركة تيسو مركة محترمة جدا مركة بنت ناس مركة فعلا فعلا تستاهل الفلوس اللي انت بتصرفها عليها بس كده فانا حبيتها وريكل اللي توانزل عندي بس يا جماعة وشوكنا جدا لكم وتنساش طبعا وتعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة واتبعني انا بنزل فيديوهات عن الساعات وعن التخصيص يعني الواحد كانت خين قوي فابتدى يخس وبتدى يروح الجيم يعني احكي كده شوات حاجات كده تعلنتها في حياتي ممكن تفيدك الله هو عالم ممكن ما تفيدكش ممكن تكون عارفة كتر منها الله هو عالم بس فما تنساش تعمل لايك وتكتب لي كومنت لو انت عايز شوف اي ساعة تاني الحمد لله عن ساعات كتير وممكن اعمل لك ريفيوهات عنها اه تعمل لايك وتشترك في القناة واتنساش لو الفيديو عجبك قوي تعمل شير ما بينهم شكرا جدا لكم كان معكم محمد تحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة